زي ما توقعنا زي ما فكرنا كلنا زي ما تمنينا كلنا اللي يكون فيه الأفضل نادي الزمالك ودائما ما نتمنى الأفضل نادي الزمالك وكلنا توقعنا أن كارتيرون عاجلاً أم آجلاً هيرحل عن نادي الزمالك وعن تدريب نادي الزمالك كنا عاديين نبقى رحتولي اليوم استنيين نعرف تفاصيل الجالسة إيه اللي هيحصل؟ المستشار منتظم أنصور قعد في جلسة مع كارتيرون إيه اللي حصل في الجلسة كواليس الجلسة كل الكلام ده النهاردة هننقش مع حضراتكم وأنا عرف حضراتكم أدق التفاصيل ولكن الأهم لكل الجماهير هو رحيل كارتيرون عن نادي الزمالك والأهم من ده كله الرحيل بشكل محترم الرحيل بشكل جيد جداً فسخ العقد بالتراضي بين نادي الزمالك وبين كارتيرون وكان الاتفاق بين كارتيرون وبين مستشار منتظم أنصور أنه هيكون كل بنود العقد يعني يتم فسخها والعلاقة تنتهي بشكل لطيف جداً هيكون في شهر قديم هياخده وشهر جديد وموضوع ينتهي بشكل بسيط جداً ده حصل خلال الساعات اللي فاتت وته طبعاً نتيجة للنتائج السلبية اللي كانت موجودة لفترة اللي فاتت طبعاً دلوقتي في وجهتين نظر وجهتين نظر جماهير كتير بتقول يعني هي المشكلة بس كانت مع كارتيرون والناس تانية تقول طيب ما احنا لازم نشوف اللي جاي واللي جاي هيكون ايه طبعاً في مجلس جديد كابتن أسامة نبيه هو المسؤول دلوقتي عن الفريق هو لحد ما ييجي مدرب تاني أجنبي أو مدرب تاني وأتمنى كابتن أسامة ياخد الفرصة كاملة وانا نجح فيها يا سلام محدش يقول لا كابتن أسامة من الأسماء الكبيرة جداً جداً زمال الكاوي مخلص عنده قدرات فنية عالية جداً وكمان كان موجود في الفترة الأهم من زمالك في الفترة اللي فاتت في النجاحات الكتير فان شاء الله يكون البداية معاه يوم الأربع أمام فيوتشر كابتن أحمد عبد المقصوب من مدربين المحترمين جداً جداً اللي هيكون موجود برضو في الجهاز كابتن أيمن طهر مدرب حراس مرمى كلام كتير جداً هنتكلم فيه معاكو عن تفاصيل اللعبة ومين هيكون موجود في الفترة اللي جاية مين هيكون جاهز حابين كما نتكلم على تفاصيل اللعبة في نقطة مهمة جداً ناس كتير كانت بتشكك في طرق حامد ناس كتير كانت بتقول إن طرق حامد هو جاهز بس متقعص أصل طرق حامد جاهز بس طرق حامد عنده شروط أصل هو كذا وكله بقى بدأ إيه أما صدق عارف إنت فكرة إيه إحنا صدقنا مفيش حاجة نتكلم عليها بطورة أفريقيا خلصت والدنيا مرياحة شوية طب نعمل إيه طرق حامد يلا نكتب دلوقتي على الموضوع ده طرق حامد طلع بشكل محترم جداً وضح لكل الجماهير وعلى فكرة هو يعني الجماهير المخلصة اللي عارفين رجول الطرق حامد وعارفين إخلاص طرق حامد ومدح طرفيته أكيد طرق حامد مش من اللعيبة اللي هيقول أصلاً أنا مش هلعب لحد ما عندي شروط مستحيل طرق حامد مخلص نادي الزمالك من أهم اللعيبة اللي موجودة هو عارف ده وهو عارف إن هو عايز يكون في الملعب زيه زي الناس عايز يكون في الملعب قبل ما الجماهير محتاجه كمان هو محتاج يكون في الملعب مع الفريق عشان يخلص لديه اللي هو بيحبه طرق حامد كشف عن حجم إصابته لكل جماهير نادي الزمالك وأوضح سبب اتأخر عودته لغيبة طويل اللي هو عنده إصابة قوية جداً وهي إصابة معقدة شوية في رجبته اليوم ناديجة كادنة قوية جداً وحتى كتب اسم الإصابة النصر عادت تقولك الإصابة اسمها إيه اسمها إيه راية نيه كذا فحتى اسم الإصابة معقد جداً 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 من نسبة لكل الناس هنعرف تفاصيلها ويكون معنا مدخلات نشر على حضراتكم مدى الإصابة دي إيه وطريق حامد حالياً في فترة التأهيل دي فترة مهمة جداً وعلى فكرة يا جماعة التأهيل لو اللاعب نفسياً كويس ونفسياً جاهز التأهيل البدني بيكون أسرع فبدا ما الناس تساعد طريق حامد وتدعمه وتقوله إحنا مستنيينك ويلا يرجع تاني يا أسد يلا المصمار مستنيينك في الملعب لا الناس تطلع تقولك أصلاً والله هو متقاعص أصلاً مش عارف إيه فده بيأثر يا جماعة بيأثر والله بيأثر نفسياً على اللعيب لما يحس إن أنا بخلص بقالي كم سنة بتعب وبخلص وعمري متقاعص أصلاً حامد كان مصاب يا جماعة لو نسيين بيكون مصاب ورجلي متعورة وبينزل دم وبيلعب بيقاتل على كل كرة كل كرة بيقولك أنا موجود لو مش قادر يتنفس بيجري بيبزل أقصى جهد عنده عشان هو لعيب مخلص لنادي الزمالك ومخلص لو وظفته لو لاعب كرة قدم فمحدش يطلع أكيد ياخد الجانب السيء أو الجانب اللي مش موجود أصلاً في موضوع طارق حامد الفترة اللي جاية بنتمنى إن شاء الله استقرار يكون داخل نادي الزمالك بشكل كبير وده إن شاء الله اللي هيحصل والبداية هتكون من لقاء فيوتشر يوم الأربع كل الثقة للجهاز الموجود كل الثقة لللاعبين كل اللي علينا ندي الثقة للناس الموجودة وإحنا عارفين إن لعبتنا والجهاز الموجود قادرين على الرجوع بنادي الزمالك البداية يكون من يوم الأربع عامل فيوتشر وعندنا كمان يعني خلانا نقول كده معارك في أفرقيا والبداية هتكون هنا في القاهرة مع الوداد لقاءها يكون مهمة جداً لنادي الزمالك إن شاء الله نقدر نفوذ بيهم ولازم نفتكر مع بعض المواقف الجايدة بلاش نبص على الحاجات السلبية فقط هل مواقف ده قرر قبل كده قرر قبل كده قرر قبل كده بالزبط آه في بطولة تانية في الكونفودراليقية ولكن مشابه جداً 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 نفس المواقف نفس الإحباط بل بالعكس كنا أسوأ كنا أسوأ بكتير جداً واللعيبة ما كنتش فهمة فيه إيه وبنقسر في أردنا وبنتعادل في آخر ثانية بالعافية والتحول هنا في استاد القاهرة أمام الوداد